بسم الله الرحمن الرحيم قاسم من تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرقين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اتل قوم الظالمين قوم فرعون بلا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستبعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما قفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم المولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جدتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصره فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه ونخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميطا في يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحو الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأذكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منطلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا من منين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادين وإنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع العاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكلوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه مجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم بذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا أنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحكين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بطلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوه نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارب المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرسلومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبالين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي يمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبني وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبهم فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول النبي فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلع أمطين وتنحتون من الجبال بيوتا فابين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إن لي لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم علي من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أسواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي بما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنفرين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذْ لَبَعَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيْبٌ مَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَنُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِدِينَ وَازِلُوا بِالْقِصْطَاثِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً وَلَا تَعْتَوْوا فِي الْأَرْضِ مُسْدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَعَلُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ النُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُّبِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُلِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحنهم ضرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْدِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُوا معَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَرْتَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيلٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاقِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ الْأَثِيمِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُمُ الْغَرَوُونَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِينُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا غُلِبُونَ وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ يَنْقَلَمِ يَنْقَلِهُونَ